تنظيم مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له هكذا وصف السيناتور الجمهوري تيدي كروز تنظيم الإخوان المسلمين لدى تقديمه مشروع قانون يضع هذا التنظيم على قائمة الإرهاب السيناتور كروز أوضح أن طرح القانون أمام الكونغرس يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف الجمهوريون سارعوا لدعم مشروع قانون تصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية إذ قال السيناتور جيم إنهاف أن هذا التنظيم يحض على الكراهية منذ تأسيسه ويدعم الإرهابين المتطرفين بينما قد يواجه مشروع القانون معارضة الديمقراطيين الذين أبدوا توجها داعما لتنظيم الإخوان خلال ولايتي أوباما قرب جماعة الإخوان من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين وعدم رغبة الديمقراطيين في إثارة أي مشكلات في بداية حكم جو بايدن مع الإسلام السياسي تحديدا أعتقد أن القرار لن يمرر بهذا السبب السيناتور كروز كان قد تقدم رفقة عضو مجلس النواب ماريو بلات مطلع عام 2017 بمشروع قراري يصنف الإخوان كتنظيم إرهابي إلا أن جهوده اصطادمت بالديمقراطيين وإدارة أوباما التي رفضت دعوات سابقة لحظر الإخوان محاولات المشرعين الأمريكيين السابقة لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية ورغم عدم نجاحها إلا أنها مثلت ضغطا رسميا أبقى هذا التنظيم تحت طائلة متابعة أجهزة إنفاذ القانون عمر محمد طناة الغد واشنطن